سلمان احنا موجودين بالسورية للحرف اليوم أحد الكيانات التابعة للأمان السورية للتنمية عم نضوي اليوم على سيدات سوريات بيشتغلوا بالمهن اليدوية رح نتعرف أكتر على مجال عملهم ولكن بالبداية بدنا نرحب بالاستاذة أحمد شرف حضرتك مدير التسويق بالسورية للحرف أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم صباح الخير يسعد صباحك بداية خلينا نتعرف من حضرتك على مجال نشاط السورية للحرف وكيف اليوم تستقطبوا السيدات اللي يكونوا معكم تمام هلا أول شيء السورية للحرف هي كيانات الأمان السورية للتنمية بيكل فخر نحن بنعنا بالتراث الحرفي اليدوي السوري نعمل على توصيقه ونشره نحن بنسع دائما لاستقطاب الحرفيين والحرفيات ورشاتنا اليوم للعمل اللي حضرتكم تواجدين فيها بمقرة حرفة لتطويرها حتى بالحرفة نفسها لحتى نقدر ننطلع بمنتج كامل متكامل من خلال يدي السيدات العاملات خلينا نحكي أكثر عن مجال عملكون اليوم عم نشوف ورش متنوعة مهن متنوعة خلينا نضوي على هاي المهن الموجودة بالسورية للحرف السورية للحرف عنده علامة تجارية خاصة فيها هي أبها العلامة التجارية بتحتوي عدة مهن وحرف يدوية منها الصابون ومنها النول اليدوي منها الزجاج الزجاج المرسوم أو المنفوغ حتى لدينا الإيشاني لدينا نواع النسيج نواع الخشب مع تطعيم الصدف ففي منتجات كثير بكل المهن وبكل المكانات نحن بنحاول تمكين المرأة دائما سواء ضمن محافظة دمشق أو حتى بنحاول نطلع كمان إن شاء الله بكافة المحافظات بتمكين حتى السيدات بربائية المحافظات بنا نشكرك كثير يعني أنا راح كون مع جزء من السيدات اليوم عم يشتغلوا بالصابون نتعرف شوي على آلية عملهم وبعد شوي أكيد سلمة راح تكون مع جزء تاني من السيدات صباح الخير أهليين صباح أنت بخير ياتيكم العافية الله يعافيك يا رب خلنا نتعرف هون شو عم يصير نحن هون عندنا عدة ألواع من الصابون المشهورة فيها سوريا الغار طبعا الغار بيضيفوله شغلات مثل المسك والعنبر مثل الورد الجوري الياسمين بالإضافة عندنا أنواع تانية جليسارينات بالأملاح بالسنوبر بالبابونج بالعسل هاي كل يعتها صحية ومفيدة ومية بالمية طبيعية يعني كل مواده طبيعية حتى التغليف عندنا طبيعي مية بالمية من الخيش من الحرير الطبيعي صحيح هاي كل المنتجات يعني عدة منتجات فيه وكياس برش مع الطرى يعطيكم ألف عافية راح ننتقل عند السيدة هون عم تغلف يعني سلمة هون الروائح أكتر من حلوة مرحبا أهلا 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 وسهلا فيك خلنا نحكي اليوم عن آلية عملكون اليوم بالصابون اليوم القطعة الصابون اللي عم تطلع من السورية للحراف هي مختلفة بالتصنيع بالرائحة وحتى بالتغليف خلنا نحكي عن التغليف هلا كل صابوني عنا لها طابع مميز ونوع مميز هلا مثلا مثل المسك شو بيل بقله نحنا منحط له أكسسواراته وكله طبيعي وكله يدوي وما بيدخل فيه أي شي صناعي وموادنا كلها مواد طبيعية من زيت مثلا الغار اللي هو أقدم أقدم أنواع الصابون واللي تميزت فيه حلب من أربعة تلاف سنة تقريبا بيتكون من زيت الزيتون وزيت ورق الغار إنه هذا اللي منفتخر فيه ومنصدر منه لكل دول العالم وعننا الورد الجوري وعننا المسك والعنبر وعننا الأملاح كله هذا مفيد للبشرة وكله مواد طبيعية 100% بأيدي سيدات سوريا أكيد أكيد هو يدوي وكمان إحنا منتمم صناعته إنه كمان يدويان إنه ما بيدخل فيه شيء أي شيء صناعي يأتيكم ألف عفية ممكن كمان هون عم شوف المرحلة الأخيرة اللي هي التغليف هاي أول مرحلة أول مرحلة خلنا تعرف على الألية اللي عم تكون هون تغليف الصابون مشان أول شيء تحفظ ريحته ومنحميه من العوامل الطبيعية وبدل محافظة على جوته يعطيك ألف عفية يعني كمان هون ضل السيدة ما حكينا معها مرحبا كل عم وانت بخير رح نتقله هون خلنا نحكي اليوم عن الأطعاء اللي كتير سوريا ما هي بتشتهر بصناعة الصابون بمختلف المحافظات ولكن هون في خصوصية لأطعاء الصابون اللي عم تطلع أكيد أكيد في عنا نحنا خمس ست أنواع غليسارينات وست أنواع زيوت وزيوت كلها طبيعية وكانت التنمية السورية إلى دور كبير بإحياء هالصابون هاد وأحياء حرف كادت أنه تنقرد ونحنا دخلت التنمية السورية بالخط وأحييت عدة حرف منا الصابون بتجينا الأطعاء نحنا مثل ما هي أول مرحلة تنظيفة ثاني مرحلة تغليفة ومثل ما شايفة تزيينة وكله يعني منستلم الأطعاء مثل بيت على العظم اشترينا بيت كبير وحلو بس لكسينا ولبسنا وعملنا للاقينا أنه بيت حلو ونحنا بالآخير عم نحصل على أطعاء كتير جميلة وأهم أنه كلها زيوت طبيعية ما فيها أي مادة كيماوية ومفيدة يعني أنواع مفيدة للبشرة أنواع مفيدة للأيدين لهذا كل شيء بتفيد فيه شكرا كتير إليك يعني قبل ما أرجع أروح لعند سلمة في الغرفة وراي في أحد عم يشتغل على النول فبس بدنا نفوت لجوة أكيد ونتعرف شوي على الآلية العمل اللي عم بتكون هوني مرحبا يعطيك العافية تعرفين أبي حضرتك نادية الرجولة حرفية نول أهلا وسهلا فيكي خلينا نحكي اليوم يعني وجود النول بالحرف هو قليل ما يكون موجود أو يمكن من المهن اللي عم نحرص عليها خلينا نحكي شوي عن آلية العمل هلأ هو كتير قديم لأنه يعني من أول ما اخترع الإنسان شي يلبس يعني فقديم كتير وحلو شغله ممتع يعني بعدين صار الناس يشتغلوا البسط ونحنا هلأ صارنا بنشتغل قطعة صغيرة كمان يعني دخلنا مثلا مخدات وجه مخدة مدات طاولة مثلا ماوس باد شغلات جديدة وألوان جديدة وحلوة يعني يمكن هاي الألة اللي عم نشوفها عمراء قديم كتير قديمة هي تاريخ قديم كتير يعني وأول شي صنع النول عنا بسوريا وبمصر يعني ونحنا حابين أنه هلأ أنا وقت عملت دورة واشتغلت عليه كان كتير أنه هواية حلو لأن شغلوا بس كمان بحب أنه هلأ الصبايا والشباب يعني حدا يتعلموا هلأ هلأ هنم بيحبوه كتير وبيحبوا الشغل والمنتج بس يشوفوا بس يا ريت بتمنى أنه الكل يتعلم يشتغل حتى ما نخسر هيك مهنة وهيك حرفة يعني عريقة نعم يعني عم نحكي عن منتجات هي يدوية وهي أكيد مميزة لأي بيت أو أي سيدة اليوم بتمتلك هاي الأداة هي مميزة بالنسبة إلى راح تكون طبعا كتير لأنه مشغولة يدويا يعني فبيكون إلى طابع خاص يعني ممثل شغل المكانات وخاصة هلأ مندخل الألوان الجديدة هيك الفاقعة العرانج الوردي يعني هاي كلها جديدة يعني معاصرها الأمو وهي بنفس الوقت هي قديمة الخيطان المستخدمة هي شو؟ هي في عنا مثلا القطن الحرير ممكن ممكن أكتر شي القطن نستخدم ممكن حضرتك مهتمة بهاي الآلة وأكتر الأشخاص بيقدروا يعبروا عن مكانتها وأهميتها شو ممكن نحكي اليوم عن آلية الغزل أو وجود هاي الحرفة اليوم بعدها موجودة عندنا بالورش قداش برائك هذا الشي مهم؟ هي مهمة كتير هي بتعبر عن تاريخنا وعن بلدنا وعن العراقة يعني هي بتحسسك الشيء الأديم يعني لأن هي كتير أديمة بديت شكرك كتير لوجودك معنا يعني مثل ما شفنا اليوم بسوريا للحراف في كتير من السيدات السوريات اليوم عم يعمل يعني عم يشتغلوا بالسوريا للحراف شفنا الغزل شفنا الصابون كمان بالجانب الآخر كمان عم يكون معنا رح يكون في سيدات رح تكون معنا سلمة بعد شوي أكيد اشتركوا في القناة